اشتركوا في القناة وفلاك كيفية النظر إلى السنة النبوية وطريقة التعامل معها وفهمها حول هذه الأراء بشأن السنة وطريقة فهمها وكذلك تحديد إذا ما كانت السنة كلها وحيا أم أنها تحوي دائرة الاجتهاد النبوي حول ذلك كله تدور هذه الحلقة التي يسعدني في مستهلها أن أرحب بضيفي الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلا ومرحبا بكم دكتور يا مرحبا أستاذ جهاد وإخواننا المشاهدين من المنهجية أن نبدأ بإلقاء الضوء على السنة النبوية تعريفا مفهوما إطلالة عامة يعني لو سمح الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرأ لمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تبارك تعالى أن يغفر لنا ولكم للسامعين أجمعين من المسلمين السنة النبوية مفهومها يتعدد باختلاف تنوع العلماء وتخصصاتهم فهي عند المحدثين لها معنى وعند الشرعيين لها معنى وأنا أرى أن نقف عند هذين المعنيين اختصارا للوقت فهي عند المحدثين كما تفضلت حضرتك وقدمت فقلت هي كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الخلقية أو الخلقية قبل البعثة وبعدها في اليقظة أو في المنام قبل البعثة حتى قبل البعثة ولذلك أنا أكررهم هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والصفات والتقريرات والصفات الخلقية أو الخلقية قبل البعثة وبعدها في اليقظة أو في المنام كل هذا داخل السنة لكن عفوا دكتور قبل البعثة لم يكن هناك نبوة ولم يكن هناك وحي فكيف تدخل في إطار السنة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما كان قبل البعثة يقصد به أي ما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم التي تثبت صفاءها ونقاءها وخلوها من كل شوائب الكدر وكل ما يعكر صفو النبوة وأنه كان على هيئة الكمال البشري في الأخلاق وفي الطبائع وأنه كان مصوفا بجميل العادات وأمثل الصفات صلى الله عليه وسلم ولذلك هو ربنا جل جلاله هو الذي أشار إلى هذا في سورة يونس وإذ في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيص ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما ثلوتوا عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون انظروا إلى حياتي قبل هذا القرآن وقبل النبوة هل وجدتم فيها شيئا مشينا أو شيئا معيبا هذه واحدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا عن حياته الكثير قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فكان يقول مثلا لأصحابه هناك حجر في مكة كان يسلم علي بوصف النبوة فإذا مرت عليه يقول السلام عليك يا رسول الله وأنا تلفت يعني الشراح يقولون وكان نبي صلى الله عليه وسلم يلتفت أين رسول الله ولا يدري من رسول الله ولكن الحجر كان يسلم عليه بهذا ففي بعض الروايات قال لهم ولو كنت ثم لأريتكموه يعني إذا كنا في مكة سأريكم هذا الحجر أيضا حياته من الطهر والعفة والشرف والنزاهة والصدق والأمانة صلى الله عليه وسلم كل هذا كان يعني مأثورا ومحفوظا وهذا مما يدعم نبوته ويدلل عليها صلوات ربي وسلامه عليه فلهذا كانت حياته قبل البعثة يعني منظارا أو مرآة لحياته بعد البعثة ولهذا يوسف صلى الله عليه وسلم يعني حتى النبيين هكذا يوسف صلى الله عليه وسلم لماذا رفض أن يخرج من السجن قبل أن تظهر براءته ولما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليهم لابد أن تظهر براءتي أولا لماذا؟ لأن يوسف سيأتي ويقول لهم هذا حلل وهذا حرام وهذا كيت وهذا قول الله وهذا فإذا قال لهم إن السرق حرام سيقول له أنت لص كيف تحرم السرقة لا أنظروا في صفحته فهي بيضاء نعم فلذلك حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة دخلت في تعريف السنة من هذا الجانب نعم وكذلك صفاته الخلقية والخلقية الخلقية واضحة إنما الصفات الخلقية لنعلم أنه أيضا صلى الله عليه وسلم عليه ليس فيه عيب وليس فيه ما يشينه من الخلق وأيضا أننا نعلم صفاته حتى إذا رأاه راء في المنام أولنا رؤياه على حسب تلك الرؤية الرؤية هل رأاه ناقصا أم تاما يعني متغير اللون كذا هذا يدفعني إلى السؤال عن تحريري هذا المعنى معنى السنة النبوية أكثر يعني بشيء من العمق والتفصيل يعني إذا كانت صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم داخلة في السنة فما معنى السنة يعني هل كل قول أو فعل أو صفة خلقية هي بالضرورة سنة وماذا يعني أن تكون سنة بل كل نفس يا أستاذ جهاد كل إشارة كل حركة ولهذا يعني أقرر من هذا المنبر وهذه يعني فرصة أتحتها لي جزاك الله خيرا أن أقرر أن تمثيل شخص النبي عليه الصلاة والسلام في الأفلام والمثلات حرام لا يجوز لأنه سيدخل في الدين ما ليس منه إذا مثلا أشاح الفنان أو الموثل بيده هل أشاح رسول الله هكذا ولذلك أذكر أنني أعطيت بعض إخواننا رسالة للدكتوراه ونحن قبل أن أسافر عن الإشارة في السنة ودلالتها عند الفقهاء وعند الأصليين الإشارة فقط أشار بيده برأسه بعينه بكذا ثم سبحان الله الطالب لم يهتم بهذا لم يتحمس له وناقشتها وأنا في الجامعة الطيبة في السعودية دكتور هل كل السنة تدور في مستويين مستوى وجوب الاتباع وندب الاتباع أيها هذا كلام مهم جدا إذ نحن لابد أن نتفق أولا على أن كل نفس وكل حركة وكل إشارة وكل قول كل ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من هنا للبيان وليست للحصر ولذلك نقول كل ما أضيفه هذه قاعدة كلية مجبة كما يقول المناطق لا يخرج عنها شيء ولا يشذ عنها شيء كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم مطلقا نعم من كذا من الأقوال هذه من للبيان ليست للطبعيد هذه من للبيان ولذلك نقول هنا أن السنة تدور فيها في فلك الأحكام الخمسة التي أسسها الأصوليون وأقول أنها تدور في هذا الفلك وقد نزيد عليها بعض الأشياء وهذا ما فهم يعني الحرام والحلال والمباح أي ونعم يعني الواجب والمندوب والمباح هذا في باب الأمر وفي باب النهي تدور في فلك الحرام والمكروه وعندنا في الصحابة رضي الله عنهم يفهمون هذا الكلام أولا بالسريقة والفطرة العربية السليمة وبالحس وبالملكة الشرعية التي أوجدها الله عز وجل فيهم فمثلا مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في صلح الحديبية امحوها يا علي علي يقول لا لا أمحوها فيمحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عمر يعني تشتد الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عمر والله لا تعطوه شيئا يكفينا كتاب الله عندنا كتاب الله فيه الكفاية فهل عمر هنا آثم لأنه يعارض رسول الله ويخرج على أمره لا ليس كذلك بل لأنه يفهم الأمر هنا على الإرشاد ولذلك لما غابت هذه الحقيقة عن بريرة استفسرت عنها في حديث البخاري أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هو وعمه العباس فيرى بريرة ووراءها زوج طليقها مغيثا يبكي على فراقها فيقول لعمه أتعجب من حب بريرة من كره بريرة أم من محبة مغيث فقال كلاهما عجب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إليه يا بريرة فقالت أتأمرني يا رسول الله هنا استفسرت رضي الله تعالى عنها عن دلالة الأمر هل هو أتأمرني أي للوجوب ارجعي إليه هذا أمر هذا باللغة العربية أمر فعل أمر لكن ما دلالته عند بريرة لم تتضح في ذهنها هذه الحقيقة فاستفسرت أتأمرني أي أتوجب علي الرجوع لو كان كذلك ليس لها خيار لقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فقال لا لا لست أمر بل أنا مرشد أو مشير صلى الله عليه وسلم فقالت إذا لا أرجع إليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك نقول إن الأمر النبوي أو السنة النبوية عموما يعني تدور في فلك هذه الأحكام الخمسة فيها الواجب الذي يحرم تركه وفيها المحرم الذي لا يجوز فعله وفيها المندوب الذي استوى فيه الطرفات وفيه المباح الذي يعني هو موسع على الناس وفيه المكروه كراهة حرمية وكراهة تنزية كما يؤسس هذا الفقاء رضي الله عنه قد يكون مفهوما لدى الناس أن تكون أفعال النبي وتقريراته وأقواله صلى الله عليه وسلم هي السنة لكن قد يلتبس على الكثير من الناس كيف تكون صفاته الخلقية شكله أزهري اللون ربعته ليس بالطويل ولا بالقصير أن تكون هذه داخلها في السنة ما معنى السنة هنا يعني كيف تفهم السنة هنا لماذا يعني أدخل المحدثون رضي الله عنهم هذه الصفات في السنة السنة هل يمكن التأسي برسول الله في هذه الصفات الله تبارك وتعالى لم يحرم خلقه من بعض الصفات التي جمعها في رسوله صلى الله عليه وسلم فوضع مثلا في الأستاذ جهاد في فلان من الناس في سين في عينف بعض الصفات التي صفة أو أكثر من الصفات القلخية التي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الصفة في رسول الله كانت على هيئة الكمال هي في غيره ليست على هيئة الكمال ولذلك كان في خمسة أو ستة من آل بيته صلى الله عليه وسلم فيهم من صفات النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم تكن الصفات فيهم على هيئة الكمال فإذا وجدت في فلان صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية فهذه أليست من باب سعادته في الدنيا والآخرة بلى الثانية لماذا أدخل هذا في السنة لنرد العيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فلان من الناس ويقول إن نبيكم كان أعور فماذا نقول له سنورد له وصف عينيه صلى الله عليه وسلم في السنة إن نبيكم كان أصلح كان أقرع كان أجلح سنورد له وصف شعره صلى الله عليه وسلم في السنة وهو خلاف ذلك وهو خلاف ذلك بلا شك كان أسود سنقول له أنت كذاب كل هؤلاء كذابون لماذا؟ لأن وصفه صلى الله عليه وسلم المنقول ليس كذلك بل هو على خلافه فلذلك نرد العيب عنه صلى الله عليه وسلم بمعرفة أوصافه ثالثاً أن من رآه في المنام فيعني مثلاً نقول له صف لنا من رأيت فإن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته التي وردت في السنة فهذه رؤية لشخصه كاملة ونقول له أبشر ففي الحديث من رآني في المنام فسوف يراني يقظة صلى الله عليه وسلم فهذه بشرى أخرى ثالثاً أن إذا رآه ناقص الرؤية أو ناقص الشكل أو ناقص بعض الصفات فالنقص ليس في رسول الله إنما النقص في الرأي في دينه في تمسكه بالسنة فهكذا تعبر إنما الذين قالوا إن النبي لا يرى ناقص هؤلاء لا يعرفون في التعبير شيئاً النبي يرى ناقصاً صلى الله عليه وسلم والنقص ليس فيه إنما النقص في الرأي إذا رأيته مريضاً أو يموت أو ميتاً كل هذا يعبر على الرأي إذا رأيته تام المرأة وتام الخلق هذا أمر آخر هناك تنوع واختلاف في الأحكام بين الفقهاء في الأحكام الفقهية بين الفقهاء والعلماء السؤال هو وله علاقة بالسنة هل هذا الاختلاف ما رده إلى اختلافهم في فهم السنة النبوية؟ بمعنى أن اختلافهم في دائرة فهم السنة النبوية أوردهم الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالسنة؟ هو طبعاً بلا شك الأحاديث النبوية أو النصوص الشرعية عموماً ثلاثة أقسى من حيث الدلالة قسم قطعي الثبوت قطعي الدلالة وقسم ظني الثبوت ظني الدلالة وقسم ليس فيه نصوص فالقسم الذي فيه هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة هذا لا خلاف فيه بين العلماء قل هو الله أحد حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة للذكر مثل أحظ الأنثين هذه مسائلة لا تقبل الخلاف لا يختلف فيها إلا مجنون أو من خرج عن ملة الإسلام إنما مثلاً النصوص التي هي ظنية الدلالة مثلما فامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين فلذلك فيه قراءة وأرجو لكم إلى الكعبين بالكسر عطفاً على المسح على الرأس ولذلك بعض الناس يقول إن يجوز المسح على الرجلين في الوضوء ولكن السنة قالت لا الأرجل تغسل فجاءت السنة توضح هذا فامسحوا برؤوسكم ألباء هنا للإلصاق أم للطبعيد فالذي يبين لنا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضح هذا وله فيها أيضاً دلالات يعني أحياناً كان يمسح بعض رأسه صلى الله عليه وسلم وأحياناً يمسح رأسه كاملة يقبل ويدبر بها فالجزء هنا أو القضية هنا إن اختلاف العلماء في فهم النص لأن النص فيه واسع الدلالة ولا نقول مائع الدلالة هو واسع الدلالة مائع يعني يصح أن نلعب فيه وأن نأخذ منه ونرد عليه لا النص واسع الدلالة فمنهم من ضيق هذا التوسع ومنهم من طركه على سعته كما هو نعم لكن الجدل المهم والذي لا ينتهي ربما من عقود بل ربما من قرون أن هل السنة النبوية كلها وحي أم أن فيها دائرة الاجتهاد هذا ما أبحثهما كباد الفاصل نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم لنا عودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن السنة النبوية وأثارها في تصورات المسلمين دكتور يتجدد الحديث اليوم وهو حديث امتداد لما حصل في فترات أو عصور متلاحقة متتالية عدة في التاريخ الإسلامي بشأن السنة النبوية إذا ما كانت كلها وحيا أم أنه يدخلها الاجتهاد اجتهاد النبي صلى الله وسلم سواء في القول أو في الفعل ما الموقف الشرعي العلمي من هذه القضية التي ربما تكاد تكون من المسائل الخلافية الكبيرة بين المسلمين أشكرك على هذا السؤال وأحييك عليها السيد جهاد لأنه فعلا الذي يقرأ في كتب الفقه وكتب السياسة وكتب هذا يعني قد يتدخله الشك في مصدر السنة وفي مردها والحق أن السنة كلها من الله رب العالمين كل السنة من الله فهي وحي مطلق لكنه قسمان إما أن يكون وحيا ابتداء أو يكون وحيا مآلا بمعنى أن يبتدأ بها الوحي أن يبتدأ بها الوحي فيأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة والنبي يسمع منه ويبلغها للناس هذا ابتداء مآلا يسأل النبي فيسكت فيأتي جبريل هذا ابتداء أيضا يسأل النبي فيقول لا أدري فيأتي جبريل يدريه هذا ابتداء أيضا وهذا وارد في البخاري منه وابن حجر له فيه بحث طيب جيد لا أدريات النبي عليه الصلاة والسلام أو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيجيب باجتهاد منه فيصيب أو يخطئ لأنه بشر هنا بشر يعني يتكلم باجتهاده وعقله وقواعده التي أسسها الله عز وجل واكتسبها من الوحي والملكة التي اكتسبها من الشرع فقد يصيب وقد يخطئ فيأتيه هنا الوحي في الصورتين إذا أصاب يقول له أنت أصبت نعم وإذا أخطأ يقول له أخطأت والصواب كذا كل هذه الصور موجودة في السنة كون أن السنة وحي من الله تبارك وتعالى وارد هذا في قول الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيذوكم به الحكمة هنا هي السنة لماذا؟ لأنها معطوفة على الكتاب في صدد الكلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فكل حكمة عطفت على الكتاب في صدد الكلام عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد بها السنة أيضا في قول الله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم أيضا في قوله جل جلاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن وأنزلنا إليك الذكر أي السنة فلذلك السنة قد يطلق عليها الكتاب ويطلق عليها الذكر الكتاب في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث العسيف حديث أبي هريرة في الصحيحين النبني كان عسيفا عند هذا فزن بمرأته المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله على ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس على مرأة هذا فإن أقرت بالزنة فارجمها طيب لأقضين بينكما بكتاب الله على ابنك جلد مئة أين الجلد مئة وتغريب الوارد الجلد إنما التغريب ليس في كتاب الله وسمى هذا كتاب الله أيضا في حديث المرتد حديث معاذ في الصحيح لما زار أبا موسى في اليمن فوجد مرتداً فقال له يا أبا موسى من هذا؟ قال كان أسلم ثم ارتد فقال انزل أولاً فقال والله لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله قضاء الله ورسوله عفوا قضاء الله ورسوله أي هذا قضاء الله مع أن الحد المرتد لم يرد في القرآن قط إلا أن معاذاً سماه قضاء الله ورسوله كما يعني ورد في الخبر فلذلك هذه نصوص كثيرة جداً إن الله أوحى إلي أن توضعه حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يعتدي أحد على أحد أوحى إلي وألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقولون هذا بشر يا أخي فهذا ما قالته قريش قديماً لعبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه حينما قال عبد الله كنت أكتب كل شيء يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهتني قريش فقالت أتكتب عنه كل شيء وهو بشر يغضب ويرضى فتوقفت فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب بالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أكتب فوالذي بعثني بالحق وأشار إلى فيه لا يخرج منه إلا حق امتثالاً وإحقاقاً لقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى وهذا بأسلوب الحصر والقصر إن هو إلا وحي نوحى أي كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم وكل ما يتكلم به وحي إما ابتداءاً يأتي به جبريل وإما مآلاً يعني مآلاً كما في حديث تأبير النخ أتركوه فتركوه ففسد فشاص هذا أتركوه هذا وحي أم اجتهاد لا هذا اجتهاد ثم جاءه جبريل بعد ذلك وقال له هذا خطأ الصواب كان كيت وكيت 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 فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم كما في غزوة بدر قال له أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة قال لا هذا هو الحرب يعني هذا اجتهاد مني قال إذن هذا ليس منزلاً يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جاء عمر في صلح الحديبية ورأى أن بنود الصلح فيه إجحافاً بالمسلمين فقال له يا رسول ألسنا بالمسلمين بلى ألسنا بالمشركين بلى ألسنا على الحق بلى لماذا نرضى الدنية في ديننا لماذا نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني رسول الله وإني أطيعه ولن أخالفه ولن يخذه لني فإذن هنا هذا الموقف هذا موقف سياسي موقف صلح ومع ذلك يقول إني رسول الله لن أخالفه لكن أنت قلت قبل قليل مثلاً في قضية تلقيح النخل أو تأبير النخل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في المرات الأولى ثم بعد ذلك سأل فقال أنتم أعلموا بأمر دنياكم يعني هذا يعني دكتور أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ليس كل ما يقوله هو سنة في الدرجة الأولى يعني ربما يدخل عليه الاجتهاد وقد يقع منه الخطأ في قضايا خارج إطار الوحي والتبليغ عن الله سبحانه وتعالى لأنه قال في الحديث الذي رواه ابن حبان فيما أذكر قال كل ما قلت لكم أنه من الله فلا شك فيه وهذا فهم منه بعض العلماء أنه أن ما لم يقل أنه من الله قد يتطرق إليه الشك أو الغلط هذا في مسلم إنما أنا بشر وإذا أمرتكم من الله بأمر فهو من الله فهذا ولذلك يقول العلماء ليس هذا الحديث معذرة دكتور فيما رواه ابن حبان فيما أذكر يعني قال كل ما أمرتكم كل ما قلت لكم أنه من الله فهو لا شك من الله فهم منه بعض العلماء أنه يعني ما لم يقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الله قد يتطرق إليه الشك والخطأ والغلط لا يعني ده اسمه فهد أنا بسميه الفهم الفودوي للسنة أن اسمه الفودة ده لما كان بيقول إذا خرجت المرأة متعطرة فهي كذا وكذا وكذا يعني يسخر من هذا الحديث فبيقول خلاص إحنا نقول لها حطي جاز أو بنزين وانت خرجه لا مش معنى كده ليس هذا هو المعنى إنما النبي هنا يقرر يريد أن يقرر شيئا يريد أن يقرر أنه لا ينطق عن رأيه ولا ينطق إلا عن الله تبارك وتعالى وإذا نطق عن رأيه وعن اجتهاده فالوحي لن يتركه إما أن يؤكد قوله إذا كان صوابا وإما أن يصححه إذا كان خطأا ما الحكمة أن يتركه يجتهد فيغلط ثم بعد ذلك يأتي الوحي ليصحح في أمور ليست من صلب الدين والعقيدة والله يا أستاذ جهاد هذا سؤال طيب وأنا كنت قلت إن هذا حتى الخطأ هذا من الوحي في بعض المسائل قلت حتى هذا الخطأ من الوحي فكأن الله يوعز إليه بقل بكذا وفعل كذا ونحن صنعنا الحكمة من ذلك الحكمة من ذلك وبعضهم أنكر علي هذا الكلام وأنا كان عندي أدلة لكن في الحقيقة قبل أن آتي إلى هذا حتى أكون صادقا بحثت عن أنا كان عندي حديثين في هذا كان عندي حديثين في هذا بحثت عنهما فيبدو أن يعني أوراقهما تاهت عن رأسي ولقد كان ضييقا على كل حال يعني الحكمة في هذا رفع الحرج عن الأئمة والعلماء إذا اجتهدوا فأخطأوا كما في حديث نعم حديث أم سلمة رضي الله عنها إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض فتختصمون إلي فمن قضيت له بقوله بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعوا في رواية فليتركها فقوله إنما أنا بشر هنا قال بعض الناس وكتبوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في أقضيته يقضي قضاء البشرية فقلت لهم يا أخي لا بد أن تتوبوا من هذا الكلام الله يقول جل جلاله وما كان يشترط يشترط قبول قضائه لصحة الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فهل يعقل أن يعلق رب العالمين جل جلاله صحة إيمان الناس على قضية رجل يخطئ ويصيب طيب يعني هل يعقل أن يتدخل الوحي من عند الله سبحانه وتعالى في قضية تأبير النخل لماذا لم يتدخل الوحي في قضية هي مشاعن بين الناس وتخضع للتطور في الحياة وتطور المعاش والظروف والتاريخ والسنن البشرية مش فاهم السؤال يعني عندما تقول أنهم قال لمن يلقحون النخل دعوه فعندما شاص النخل عاد في المرة الأخرى قال ما بالو هذا النخل قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلموا بأمر دينكم هذا تشريع هذه الجملة تشريع يعني أنا أقصد دكتور لماذا يتدخل الوحي في قضايا لا يحتاج الأمر فيها إلى تشريع قد يسأل السائل طبعا لا يحتاج الأمر فيها إلى تشريع لأنها تقضع لمنطق التطور لمنطق الزماني والمكان مسألة الصناعات والزراعات وهذه الأشياء ولذلك سكت فيها الشر أتكلمش فيه هو النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يريحهم وفهم هذا أو اجتهد في هذا أراد أن يريح الناس لماذا تتعبون أنفسكم كل هذا التعب دعوه وسينصلح لكنهم دعوه وتركوه فلم ينصلح ولعل هذا أيضا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم باعتمادا على مقام الإيمان في النبوة من باب التوكل على الله فهل توكل الناس مثل توكل النبي عليه الصلاة والسلام لا مخالف فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالناس لعله أراد أن يلقينهم هذا الدرس في التوكل دعوه توكلا على الله فلا الناس ليس إيمانها وليس توكلها كتوكل النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المسائل تحتاج إلى الأخذ بالأسباب والنظر فيها والتطوير منها والتجديد فيها هذه مسائل غير ثابتة هناك قضية أخرى دكتور محمد يعني عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زعماء قريش وكبرائهم وطلبوا منه أن يجعل لهم مجلسا ولفقراء قريش مجلسا آخر فكاد أن يفعل هذا حتى نزل الوحي يخبره بأنه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي هنا الوحي لم يصحح الموقف بذاته وإنما وضع نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع المؤمنين مع الفقراء مع الصالحين وليس بضرورة أن يدخل فيه مع الأغنياء يعني هذا ألا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخل عليه الغلط في قضايا لا يدخل فيها التبليغ بالوحي؟ نحن نقرر هذا ونقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد حينما لا يأتيه الوحي أحيانا يعني ليس في كل موطن يجتهد إنما أحيانا يجتهد كما اجتهد مثلا في جوابه على جبريل ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان قال الإيمان كذا وكذا وكذا فقال صدقت إذن فهو يصوب هنا ويثبت اجتهاده ولذلك عمر قال عجبنا منه يسأله ويصدقه فواجه العجب أنه إذا كان عليما بالجواب فلما يسأل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا وهذه الأحيين الذي يجتهد فيها ربما يصيب وربما هو عرضا للاثنين كحال الأئمة والعلماء والقضاء فيما بعد وأنا قلت في حديث القضاء هذا إن هذا تأسيس للقضاء وليس خبرا عن شخصه عليه الصلاة والسلام فهو يريد أن يرفع الحرج عن القضاء العدول إذا العادلين إذا قضوا فأخطأوا إذا قضوا فأخطأوا فقضوا بالإيش؟ بالجور فيريد أن يرفع الحرج عنهم صلى الله عليه وسلم وليس معنى الحديث أن الخطأ في القضية يجوز عليه عليه الصلاة والسلام لا الخطأ في القضية لا يجوز عليه وإلا لما ربط صحة إيمان الناس به فهذا هو موطن الاجتهاد موطن الاجتهاد هنا إذا لم يأتيه جبريل فقد يصيب وقد يخطئ فإذا أصاب ثبته وإذا أخطأ وجهه لرفع الحرج كما أكرر مرارا لرفع الحرج عن الأئمة والعلماء والقضاء الذين يأتون بعد ذلك وهم صحيح النيات صحيح التصورات ليس فاسد التصورات وليس منحرف النيات فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحرج عنهم في مثل هذا نعم دكتور ونحن في برنامج مقاصد أريد أن أسألك عن المقصد من أن يكون كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وحيا لماذا يكون وحيا لماذا لا يترك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الغلط في قضايا مثل قضية حفر الخندق في قضايا مثل قضية عندما قال للرجل الذي طلب منه التمرأ التي أتى إليه بها عثمان بن عفر رضي الله عنه ففي المرة الثالثة أو الرابعة قال له أنت سائل أم بائع فعاتبه الله سبحانه وتعالى قال وأما السائل فلا تنهر لماذا لا يترك الغلط يسير ببشريته لماذا هناك بعض العلماء وجنابك منهم يصيرون على أن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحيا بالضرورة ما المقصد أن يكون كل ما يصدر عنه وحيا المقصد من هذا نحن لا نختلق شيئا من عندنا إنما هذا واقع الشريعة هذا واقع الشريعة نحن نقوله فقط ليس جهادا مننا لما يقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذن إذا لم يكن وحيا سننظر في هذا الذي أتانا فيه هل هو صحيح أم خطأ يعني يطرؤ عليه النسيان ويطرؤ عليه الصواب ويطرؤ عليه الخطأ أم لا فإذا نظرنا فوجدنا أنه خطأ إذن سنرده إذن ستكون الشريعة عرضة للأخذ والراد ليس بالضرورة لماذا لأن الله تكفل بأن إبلاغ الشريعة معصوم النبي صلى الله عليه وسلم في الغلط عن الغلط في إبلاغ الشريعة لكنه قد لا يكون كذلك في مسائل تتعلق بحياة الناس ومعاشهم وأفكارهم فهما تكلمش كثير في معاش الناس وزراعاتهم وصناعاتهم وكذا تزرع بطيخ تزرع شمام أنت حر تزرع طماطم تزرع قمح أنت حر هذا يعني هذا ما رده إلى علومكم وإلى يعني إحداثاتكم إنما الزراعة تكلم النبي في الزراعة صلى الله عليه وسلم وحث على الزراعة ووضع لها الضوابط والقيود التي تكون بها شرعية مرعية إنما ماذا تزرع لا تكلم عن الصناعة لكن ماذا تصنع تركك في هذا يعني هذه أمور حياتية للناس ومتغيرة ومتجددة فإذا يعني تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما يضلط مثل هذه الأشياء يعني يجمدها يجمدها ونتناسب تطور والإسلام للناس إلى يوم القيامة فلذلك نقول النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يصدر عنه وحي وشرع حتى يعني يكون واجب الطاعة حقا وإلا لا كان وجوبية الطاعة فيه مطعون فيها سيقول الناس إنه بشر مثله مثل الناس حتى قال هو إنما أنا بشر مثلكم وقال الله جل جلاله قل إنما أنا بشر مثلكم فبشر مثلنا يعني يجري عليه الخطأ والنسيان والسهل إذن فقد نسى أيضا في القرآن هناك آيات لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن ويصدق في هذا كلام بعض الناس لا نقول لا سنقرئك فلا تنسى انتهلت القضية لا ينسى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يستقر الوحي في أذهان الأمة ويعلم صوابه وخطأه ولذلك كان إذا نسي صلى الله عليه وسلم لنبهه الناس حتى تضيح الفكرة عندي أنا شخصيا دكتور إذا كان كل كلام النبي وكل فعله وكل حركاته وسكناته كل ما يصدر عنه نعم صلى الله عليه وسلم وحيا فهل هذا يقتضي بالضرورة الطاعة الواجبة له في كل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خيار لنا معه الشافعي رضي الله عنه يقول إن رسول الله إن رسول الله أجل في قلوبنا وعيوننا أن نخالف أمره قصدا وإذا رأيتموني أخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنني جننت يعني لا يقول بهذا مسلم ولا يقول بهذا إلا مجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأقدر وأعظم من أن نعرض قوله على الأخذ والرد لذلك نقول هو وحي هو وحي لا لشخصه المجرد عليه الصلاة والسلام وشخصه عظيم معظم إنما لمصدر الوحي ومصدر الكلام عنده وهو الله رب العالمين لكن دكتور يعني في قضية مثل قضية حفر الخندق أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطعوه بالكلية وإنما خالفوه في أمر دنيوي عندما ساله سلمان الفارسي هل هو من أمر الديني أم من أمور الحرب والتدبير فقال بل من أمور الحرب والتدبير فأمر بحفر الخندق سلمان الفارسي ألا يعني هذا أن هناك يعني ليس كل ما في السنة وحيا لا أنا قدمته هو الدلالة اختلاف الدلالة أنا قدمته بحديث ابن عباس وحديث سيدنا علي في صلح الحديبية وحديث بريرة وحديث أبي ذر لما أنا معي من أديل مرحب الله فيك لما يعني حديث أبي ذر لما جاء فأسلم قال لهم لا تحدث شيئا يعني عند قريش وارجع إلى أهلك فإذا علمت أنني ظهرت فأتني فلما خرج أبو ذر من عند النبي وقف في ميدان الكعبة وقال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول فضربوه حتى كاد أن يموت فهل هذا عاصي؟ لا كان هو فهم أن أمر النبي هنا للإرشاد صلى الله عليه وسلم فلذلك الذي يدعو الصحابة إلى مناقشة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليست نقاش اعتراد ولا سؤال منكر إنما سؤال المستفسر عن وجه الدلالة كما سألت بريرة رضي الله عنها ولذلك الرجل يقول له أوحي أم هو منزل أم زلكه الله أم هو الحرب والمكيد هو لم يظهر له ولذلك في صلح الحديبية لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلق والذبح النبي عليه الصلاة والسلام لرحمته بأصحابه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلم وقال لها هلك الناس أيها هلكوا كيف أقول لهم افعلوا ولا يفعلون فهذه مهلكة من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فالقضية لا تقبل النقاش ولا تقبل الجذل قضية طاعة النبي عليه الصلاة والسلام قضية عقدية ليس فيها نقاش وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إنما وجه الدلالة هو الذي يختلف فيه فقط إنما أصل القضية لا نقاش فيها وهذا يقودنا إلى السؤال عن كيفية أو المنهجية التي يمكن للمسلمين أن يفهموا من خلالها السنة النبوية المطهرة هذا بعد قليل نبحثه لو سمحت لدكتور هذا فصل أخير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من زمان الحلقة نشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة ودائما الحديث مع الدكتور محمد أنور البيومي وجدد الترحيب بكم دكتور دكتور كيف يمكن للمسلمين فهم السنة يعني هل هناك منهجية ثابتة محددة تضبط فهم المسلمين لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أيوة نعم نعم يعني لخصتها في شرطين أو في قاعدتين القاعدة الأولى أن يكون النص عاملا والقاعدة الثانية أن نجمع إليه إخوانه وأن نضم إليه أمثاله الواردة في المسألة محل البحث حتى نخرج منها بحكم خال من الشوائب والأكدار ما معنى قولي أن يكون النص عاملا النص العامل هو النص الشرعي الذي دخل أو حاز دائرة القبول بنفسه أو بغيره خاليا من النسخ ومن المعارض الأقوى ومن المخصص أو المقيد وإحنا عندنا هنا أربع شروط لهم أولا أن يكون النص ثابتا أن يكون النص دخل دائرة القبول فبنفسه يعني بذاته فيدخل فيه الحديث المتواتر النص المتواتر سواء كان قرآن أو سنة أو الحديث الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته كل هذا يدخل في هذا القسم فكل نص ثبت عندنا عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون بهذه الصورة يكون نصا حاز دائرة القبول بغيره وهو الحديث الحسن لغيره أيضا هو من النصوص العاملة ببقية الشروط أن لا يأتي ناسخ الله يعني الشرط القيد الثاني أن لا يأتي ناسخ الله مثل مثلا الماء من الماء هذا منسوخ بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها ومس الختان الختان فقد واجب الغسل فأيضا قوله كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار فكله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروه إذن أن يخلوا من الناسخ لأن المنسوخ لا يجوز العمل به ولذلك سماه الترمذي رضي الله عنه علة أي علة في العمل لا يعمل به فيه علة مانعة من العمل أيضا أن يكون خاليا من المعارض الأقوى الحديث إذا كان له معارض أقوى منه يعمل بالمعارض ويطرك الأقل وإذا لم نستطع بيان الناسخ من المنسوخ ولا الجمع بينهما فنذهب إلى الترجيح ونعمل بالأقوى مثلا هنا يعني في وقت أضرب أمثلة لدينا بعض الوقت طيب فمثلا حديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبي وأبوك في النار لما سأله الرجل عن أبي فقال أبي وأبوك في النار فهذا الحديث في مسلم بعض هو في ظاهره يخالف قول الله تبارك وتعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وأبو النبي عليه الصلاة والسلام بنصوص القرآن لم يأتيه رسول وهم لم يسموا في القرآن ولا في الشريعة بكفار إنما يسمون بأهل الفترة وأمرهم إلى الله ليسوا ناجين كما قال بعض الناس وليسوا هلكا كما قال بعضهم إنما أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى نعم أمرهم إلى الله تبارك وتعالى والله أرحم وأحن وأرأف بهم إن شاء الله لكن هل قد يعذبوا بعضهم قد يعذبوا بعضهم لكن الحديث هنا لما تعارض مع هذه الآية فهل نطعن فيما ورد في صحيح مسلم ونقول إنه يخالف وفو شاذ لا يا أخي نحمله على محمل صحيح إن أبي وأبيك أي عمي عمي هو الذي بلغته الرسالة وكفر بها فلذلك والعم يطلق على الأب بنص القرآن قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فهنا إسحاق ليس أبا للنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو عمه صلى الله عليه وسلم فالعمومة تترك على الأبوية هذا لا حرج فيه فهنا يعني يجمع بين النصوص المخصص أن يكون خاليا من المخصص والمقيد مثل قول الله تبارك تعالى يوصيكم الله في أولادكم فهل كل الأولاد يرثون لا ليس كل فاقطعوا وسارق والسارقة فاقطعوا ليس كل سارق وسارقة تقطع يده فهنا ليس هذه النصوص ليست خاليا من المخصصات ولا من المقيدات نعم حقيقة دكتور بقي معي عندي سؤالان وأدخرهما للحديث في حلقة مقبلة عن السنة النبوية التي لا ينتهي الحديث حقيقة عنها لكن درجة العادة في هذا البرنامج أن الدقيقتين الأخيرتين نتركهما للضيف لكي يتحدث في هذا الموضوع مما لم نسأل عنه فماذا يمكن أن تقول عن السنة النبوية وقد كثر الحديث بشأنها في هذه الأيام سأقول أيضا القاعدة الثانية أن على المتكلم في السنة يعني يلتقط حديثا ويجري به ويفتي به الناس بل عليه أن يجمع النصوص المتماثلة في المسألة ليعطي للناس حكما قويما هذه القواعد التي ذكرتها بفضل الله وعونه يعني فيها ما يوحد كلمة المسلمين وفيها ما يقرب وجهات نظرهم ويلتمس بها العذر للمخالف واعلموا أيها الإخوة أن هذا الخلاف وهذه الفوضوية لن تنتهي فلا قيمة لهذه القواعد في غيبة الإمام الراشد لا قيمة لها إنما الذي يفعلها ويؤسسها ويجذرها في عقول المسلمين وقلوب المسلمين هو الإمام الراشد وفي غيبته ستبقى هذه الفوضى كما هي أسأل الله تبارك تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويقتفون أثره آمين شكرا جزيلا لكم دكتور على هذه المشاركة الضافية الله أحفظكم الله عزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفية في الستوديو الدكتور محمد أنور البيوني أستاذ الحديث في جامعة الأزهر شكرا لحسن متابعتكم في حراسة الله اشتركوا في القناة